أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عبدالله الرضيع شاهد على كل المجرمين في التاريخ وشاهد لكل الشهداء ولكل المظلومين في التاريخ انظروا كل شهداء عشوراء تحدثوا بعضهم خطب القوم بعضهم تحدث مع الإمام الحسين قال في ليلة العاشر من محرم أكلتني السباع حيا إن فارقتك وإلى آخره بعضهم قرأ نشيد وقرأ رجز كما يقال لكن عبدالله الرضيع قتل قبل أن يصل إلى مرحلة النطق لكن الله حفظ له بكل الألس نطقا على لسانه انظروا كم من الشعراء تحدثوا عن عبدالله الرضيع كم منهم نطق باسم عبدالله الرضيع كم منهم تحدث عن أمه وعلى لسان أمه أو على لسان أبيه أو على لسان إخوته أو على لسان التاريخ عبدالله الرضيع هو الذي قتل من دون أن ينطق ومن دون أن يصل إلى مرحلة النطق قد تقول أنت قولا تعطي قول لكن لازم تلتزم بقولك قد تكتب على نفسك الله كتب على نفسه الله كتب أن ينتصر المظلومون والمستضعفون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ويقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والله لا يخلف المعات حتى لو كان طفلا رضيعا صغيرا فإن الله ينطق على لسانه ونطق العملي وليس النطق اللفظي الله لا ينطق عن لسان عبد الله الرضيع ولا الشعراء ولا الكتاب والمحدثون لم ينطقوا عن لسان عبد الله ويهددوا الأعداء مثلا لكن عمليا نطق الله باسم عبد الله الرضيع ودمرهم دمر أعداءهم تدميرا إذا كان الله يدمر قوما لفصيل فكيف لا يدمر قوما لقتل عبد الله الرضيع وغير تاريخ البشرية الحسين في الحقيقة لم يكن مجرد شهيد من شهداء التاريخ إنما الحسين مغير التاريخ نعم هناك الباطل موجود إلى عهد صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف فإننا سنجد الصراع بين الحق والباطل لكن عبد الله الرضيع هو وأبوه وإخوته هم الذين حافظوا على الدين وبقي هذا الدين على الأقل هناك ملايين من الناس يؤمنون به ولا يؤمنون بدينه أبي سفيان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين